موسيقى شوفي أخوي اليوم رح نحكي بموضوع شوي سبيشال تسعة وتسعين بالمية من الشباب بيخافوا يعملوا كتير شغلات ولكن ولكن ما بيعرفوا شلون يتخلصوا من هذا الخوف ولكن أخوك كزاز أخوك كزاز جيل عندك اليوم لحتى يعطيك سبع شغلات تسعة وتسعين بالمية من الشباب بيخافوا يسعوا وشلون رح نكسر هذا الموضوع إذا جاهز هذا الموضوع اليوم معني غير تعمل لايك سوبسكرايب إذا تفعل زر الجرس لأنه رح ننزل كل يوم فيديو الساعة ثلاثة من شان أساعدك يا أخوي لحتى أنت تطلق سوبر سكسي ولحتى أنت تحس حالك مرتاح في الحياة عملتون؟ أكيد؟ أكيد؟ أوكي خلينا نبلش بالفيديو لاتس جو بتخاف تحكي مع البنت اللي أنت معجب فيها شوف يا أخوي البنت اللي أنت معجب فيها لازم تكون جريء جريء وترول عندها وتحكي معه بتقل له مثلا عيونك كتير حلوين وأنا كتير مشتاق أتعرف عليكي لأنه عيونك دبحوني دبحوني خلصت يا بطل أبطال لا أما خلينا نقول أنه شعر طويل فهمت علي؟ شعر طويل بترول عنده بتقل له شعرك بيجنن عن جد لفت نظري من أول ما شفته يعني عن جد لفت نظري جدا فوقت اللي أنت بتجمع البنت فهي بتسخسك ترقائيا الوقت اللي أنت بكون شكلك حلو لبسك حلو تصريحتك حلوة كل شي حلو هي مباشرة رح تعطيك الرقم تبعة وأنت البنت اللي أنت معجب فيها رح تصير حبيبتك بالمستقبل فأنا بتمنى منك عمل لايك سوبسكرايب لها القناة عمل سوبسكرايب لها القناة لأنه رح أساعدك بكل شي أنت بتواجه فيه صعوبة يا بطل الأبطال وهلو أن ننتقل للشغلة رقم اثنين اللي تسعة وتسعين بالمئة بيخافوا منها واللي هي الاعتذار شوف شوف كل ياتنا كل ياتنا من أخطئ بس شوف لازم تعترف بالخطأ اللي أنت سويته ما في داعي أبدا تقول أنه أنا رجال وأنا ما بعتذر لا 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 هذا ما هو مسموح أبدا لازم تكون رجال وأضحى لك وشوف وقت اللي أنت بتساوي غلط أنا بتمنى منك تروح تروح وتعتذر من الشخص اللي أنت عملت معه غلط تسعة وتسعين بالمئة من الشباب ما بيعملوا هدا الشي وبيخافوا يعملوا لأنه بقولوا أنه تنزل من رجولتهم إذا بساوه ولكن إذا بتعتذر عن حق إذا أنت عن جد حيث حوالك أنه أنت غلطان هذا الشي بيرفع من معنوياتك فهمت على الوقت بتروح وتعتذر للشخص أنه أنت عملت غلط معه هيك أنت نفسيدك بترتاح بتروح عنده بتقوله أنا بعتذر منك لأنه خلينا نقول سلقتلها حبيبتك أو نمت مع مرتك هل هو هل هو أخوي شوف 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 روح واعتذر للشخص اللي أنت عملت معه غلط وخلي الناس يساهم حولك وهلأ ننتقل للشغل رقم الثلاثة اللي تسعة وتسعين بالمئة من الشباب بيخافوا يساهموا واللي هي هذا الموضوع بالذات لازم نحكي فيه واللي هو ستايلة نعم يا أخوي بيكفي تلبس اللبس اللي أنت تلبسه كل يوم بيكفي تلبس اللبس اللي أنت شاري من عشر سنين لا غلط غلط لازم تروح وتشتري اللبس سوبر سكسي ولا تفكر أبدا أنه إذا لبست لبس سوبر سكسي بتفكر أنه إذا لبست هيك شي مثلا أو لبست مثلا ألوان أبيض ما أبيض وكذا بنطلون أبيض أو كذا بعرف كتير فيه منكم يا شباب تسعة وتسعين بالمئة أنا عبقل لك عن خبرة عن خبرة تسعة وتسعين بالمئة من الشباب بيخافوا يلبسوا البنطلون الأبيض ليش؟ ليش؟ لأنه بيحسوا أنه هذا اللبس بس للبنات نعم يا أخي نعم هي صراحة هي صراحة ولكن ولكن وقت اللي أنت بتهتم بحالك وقت اللي أنت بتهتم بستايلك وبتلبس لبس مرتب النسوان كلات اللي رح يحبوك أكتر الشباب والبنات كلات اللي رح يطلوا عليك بالشارع ويقولوا واو واو هذا الشاب سوبر سكسي هذا الشي ما بيعني أنه أنت بنت إذا أنت بتهتم بحالك وبتهتم بستايلك لا هذا الشي بيعني أنه أنت سوبر سكسي وهلا أنت إلى الشغلة رقم أربعة اللي 99% بخافه منا واللي هي تسأل شخص عن المساعدة او عن نصيحة شوفي اخوي ما تتكبر ابدا واذا انت بدك تروح وتسأل شخص عن شغلة خلصة سواها وخالص فانت علي من زمان هذا الشي مو غلط عندك حل من الحل لا ما بتسأله للشخص اللي خلصة اللي ساوى الشغلة اللي انت بدك تساويه هلا وخلصة وينصحك شو بدك تساوي لا اما بتبلش من دو ما تسأل اي حدا وبتاخد معك وقت طويل جدا 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 لازم تسأل الاشخاص اللي انت بتعرفه لازم تسأل الاشخاص اللي انت بتشوفه انه هنان عن جد وصلوا للشي اللي انت بدك يه من زمان وتاخد منه النصيحة لانه هذا الشي لوعب ولا حرام ولا اي شي لازم تاخد نصيحة من العالم لازم تاخد نصيحة مو تروح تاخد نصيحة من اي شخص لا خد نصيحة من الشخص اللي انت عن جد عن جد شايفه انه عن جد هذا الشخص بينفع اذا نصحني نعم يا اخوي وهلأ مننتقل للشغلة رقم خمسة واللي هي بتخاف تترك شغلك وتبلش شغل خاص فيك انت انا قلتلك انه انت لازم تكون جريء شوف وقت اللي انت بتكون عبتشتغل عند العولة من الصباح للمساء من الصباح للمساء وانت عاجبك هذا الوضع انت عاجبك هذا الوضع هذا الشي ما بيعني انه انه انت فاشل أو كذا لا بس الشي اللي مو تمام وقت اللي انت بتظلك عبتشتغل من الصباح للمساء وانت ما بتحب الشغل اللي انت عبتشتغله وما بتفكر تتركه للشغل وتبلش شغل تاني انت بتحبه هي الشغلة كتير صعبة ولكن انا بنصحك نصيحة اخوية قبل ما تترك الشغل اللي انت عبتشتغله هلأ مثلنا كل عالم تقول بتمنى منك وانت خالص من الشغل اللي انت عبتشتغله تبلش تشتغل بالشي اللي انت بدك تشتغله من زمان خلينا نقول انه انت بدك تفتح محل على الانترنت او هل هو هل هو عندك سبع ساعات او ست ساعات تقدر انت تبلش بالشي اللي انت بدك تساويه من زمان وهيك انت يا اخوي بتروح بتقول باي باي لشغلك القديم وبتبلش شغلك الجديد بتحط وقت اكتر بالشغل اللي انت بتحبه وانت بدك تبلشه من زمان تسعة وتسعين بالمية من الشباب بيخافوا ويتركوا شغلهم اللي هلا عبيشتغلوا مثلا حاليا ويفتحوا شغل خاص فيهم يعني بيسنس خاص فيهم هذا اكبر غلط يا اخوي لانه انت لازم تكون جريء لازم تكون جريء وتترك الشغل القديم وتبلش بالشغل اللي انت بدك يا الشغل البسنس اللي انت بتفكر فيه طول عمرك واللي انت بتحبه شوف رح اعطيك حل شلون بدك تترك الشغل اللي انت بتشتغله وتبلش بالبسنس الخاص فيك كم ساعة تشتغل انت كم ساعة سبع ساعات من ساعة اتناعش ساعة كم ساعة وبعد ما تخلص من الشغل لازم يكون عندك وقت لازم يكون عندك وقت لا تروح تشوف رفقاتك لا تعمل اي شيء اي شيء انه بخص انه تروح ارجل مسلا او تقعد بكافي تشرب قهوة مع رفقتك لا تعمل ادور شغلت كلهاتهم لا تروح على النادي فوكس فوكس حط تركيزك كلهاته بالشغل اللي انت بدك تساويه واشتغل عليه لحتى يطالع لك مصاري بس طالع لك مصاري اكتر من الشغل القديم اللي انت عبتشتغله شو شو بتشوف هيك بتعملهم هيك طرق بتقلعهم 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 للشغل القديم وبتبلش الشغل الجديد وبتحط وقتك والانرجي تبعك كلهاته بتحط وقتك كلهاته بالبسنس الخاص فيك وهلا بننتقل للشغل رقم 6 99% من الشباب بيخافوا يسوه واللي هي الحب نعم يا اخوي وقت اللي انت بدك تفوت بعلاقة حب 99% من البنات و 99% من الشباب كمان بيخافوا بهذا الموضوع لانه سبق قبل ودخلوا بعلاقة حب وهي العلاقة سكانت فاشلة البنات بيقولوا كل الشباب خاينين كل الشباب كذا ولكن ولكن طريقة التفكير اللي هن بيفكروا فيها غلط لازم ما تخاف انه تحب لازم تحب واحدة وتنتين وتلاتة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية لحتى تلاقي البنت اللي عن جد عن جد انت بتحبها وتتجوزها نعم يا اخوي نعم يا اخوي لا تخاف من مرحلة الحب لانه الحب رح يجيك اليوم قبل بكرة وهلا رح ننتقل للشغلة رقم 7 الاخيرة واللي هي تسعة وتسعين بالمية من الشباب بيخافوا يلمسوا البنات لانه هن بيفكروا انه البنات رح يوقفوا رح يقولوا البعد بعد بعد ما بدي تلمسني البنات بيحبوا الشاب انه يلمس البنت نعم يا اخوي البنات بيحبوا البنات بيحبوا انه انت تلامسهم سواء ان كانت على ايده او على كتفه او على شعراته فهمت علي لا يروح مخك لبعيد رحمة الله احفادها هذول الشهادات بنات كتير 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 بيحبوها وهن بدهم انه الشباب يسووا ولكن الشباب بترددوا يسووا فانا بتمنى منك انا بتمنى منك كل شي واحد بتعرفه حاول تلامسه على ايديها على الهد ايه فهمت علي اوكي وهلا وصلنا نهاية الفيديو اذا عندك اي سؤال بخاص اي شيء كتوقت بتاعت بالتعليقات ولا تنسى تفعل زر الجرس لان انا رح نزل كل يوم فيديو ساعة ثلاثة لايك سوبسكرايب وبس هالله بتمنى لك اليوم كتير كتير حلو ولا تنسى انه انت سوبر سكسي